بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالعزيز عبدالعزيز الزامل في السوشيال ميديا قائمتي يمكن أول شي في جبالي حاليا دار رهيب من ناحية التفكير رهيب من ناحية إخراجه كيف تنقله عبر الزمن أنه يضيف مش بس الانتقال عبر الزمن بطبيعة أنه خلص يعني انتقلنا بالزمن لا اللبس يصير متغير كلاسيكي الموسيقى اللي يستخدمون يستخدمون موسيقى أو أغاني كذا معروفة في ذاك الوقت أو الحكمة الزمنية ديك دير ديفل أول مسلسل سويت نتفلكس لسوبر هيرو كان عليه حمل كبير وكنا كلنا متشوقين نشوفي لأي درجة نتفلكس قوية في أنها تسوي مسلسلات سوبر هيرو بصراحة أعتقد أن هذا المسلسل كان يمكن في عدة نواحي أفضل من بن آفلك في 2004 لما طلع في دير ديفل الفيلم دير ديفل كان جميل جدا جدا في موسمة الأول بالذات في مشاهد القتال حتى أذكر وحدة من المشاهد اللي ما أنساها اللي كانت سنجل تراكين شات بلاك ميرور فكرة غريبة كل حلقة قصة الحالة من الأول إلى الآخر تفهمها كأنها شورت موفي فكرة المسلسل هذا يوريك الجانب الأسود من التقنية كيف أنه الشيء اللي يعتبر دواء إذا زوت منه يقلب إلى الداء فالمسلسل قاعد يتكلم في كل حلقة عن جانب أسود من استخدامنا لتقنية معينة وكيف رح تأثر على حياتنا اجتماعيا اقتصاديا أيا كان بسي الأفكار الداعية اللي قاعد يقدمها في كل حلقة وكيف فكروا في الشغلة الفلانية عادي top notch بصراحة ومسلسل من مسلسلاتي المفضلة في نتفليكس وأنتظر رح موسم وراء الثاني ومش علشان أكمل قصة علشان أشوف فكرة جديدة Stranger Things المسلسل اللي ترددت بشكل كبير بمتابعتها ما ينلي بشكل عام لأنه الطاقم حقي أطفال شوي أحس الموضوع صعب بالنسبة لي أن يتفرج مجموعة من الأطفال قاعدين يكسون قصة ويدخلون فيها والخطر حقهم وإلى آخر بس العوامل الثانية للمسلسل شددتني بشكل كبير يا رجل القصة الكلاسيكية اللي موجودة فيه التمثيل الرائع اللي صار من الأطفال الفكرة ككل ما بين العالم الواقعي والأبسايد داون كل الأشياء هذه عطتنا كذا قصة شاعرية رهيبة جميلة ما بين الرعب اللي يخذون الأطفال دولي وما بين القصة وفضول الأشياء اللي أنت تبتشوفها من الخطر الأعظم والوحوش القادمة بالنسبة له وأعتقد أن من التصنيفات اللي أنا تجذبني شخصيا ومفضلة بالنسبة لي جريمة ودراما جريمة ودراما رهيبة فهم عقلية المجرم عشان يفككون عقليتها عشان يعرفون كيف ممكن يوصلون للمجرمين الآخرين من بعدها هذا الشي جديد ورهيب ويعتمد على سيكولوجي كثير أطلو كينك واحد من الأفلام اللي تستكمل أحداث فيلم عظيم جدا بالنسبة لي ومن الكلاسيكيات الأسطورية اللي ما اختلف عليها اثنين فيلم بريف هارت حوأفر بشكل عام التقييم المبدئي لما نزل للفيلم هذا ما كان بالصورة اللي أنا متوقعها أو بالتوقع اللي أنا كنت شايلة له بس أصاب عياد مميش سوى مثل ما يقولون والناس تختلف بآراءها ولو لا اختلاف الآراء لبارة السلع خليني أنا أشوف الفيلم وأحمل أنا رأيي خاص فيه أنا ما زلت أنتظر لهذا الفيلم وبإذن الله يعني بشوفها في أول ما ينزل رأي أعطيكم العافية سكران